اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي قبل ايام قليلة خلال اسبوع الماضي قررت الجامعة العربية قبوض طلب العراق باحتضان او باستضافة اجتماع الجامعة العربية على مستوى القمة في دورة ال 34 بالعراق وبرئاسة العراق طيب يعني القمة العربية استعقت في العراق عام 2025 العام القادم رئيس الوزراء الحالي محمد شيع السوداني وجه بيان للعرب والجامعة العربية والعراقيين قال انه يعني هو فرحان بهذه الاستضافة يعني رحب القادة العرب غيوف في بغداد التاريخ والحضارة قال هكذا يعني فرح وجودكم او قادة العرب في بغداد التاريخ والحضارة لم يقل بغداد العروبة لم يقل بغداد العربية يعني لماذا لم يقل بغداد العرب والعروبة لاعرف ربما سيفسر هذا حديثنا او فسره التاريخ الماضي من عام 2003 لحد الان يعني هو من بنى حضارة وتاريخ بغداد يعني تاريخ والحضارة هذه اللي يتحدث عنها السوداني هو من بناها غير العرب يعني موابو جعفر المنصور خليفة العباسي الثاني جبنال بغداد واللي الميليشيات اللي تهدم تمثاله وتشتمه ليلة نهار وهذه بغداد هي اللي بناها العرب واللي اسسوا حضارتها وازدهرت في زمن العباسيين وكانت منارة الدنيا في زمن هارو الرشيد وغيرها ما لا علاقة انتم يعني لديكم خصومة مع التاريخ يستحظون من التاريخ دروسا او احداثا انتم تفسرونها كيفما تريدون وتسقطوها على الناس الآن وتسقطوها على المدن هذه قضية غريبة عجيبة لا توجد في العالم كله مثل هذه القصص حتى في ايران التي ترعاكم والتي تتبنى نظامكم اللي اسست هذا النظام اللي شكلت هذا التشكيل لا يوجد مثل هذا لكن كل السلبيات كل الاذى والسوء يركز هنا في العراق لماذا لا اعرف هو من بنى بغداد مرة اخرى ليس العرب ليس هم من بنى الحضارة والتاريخ وشيدوا هذه المدينة وجعلوها منارة بالعلم والادب والفنون والدين وكل شيء والاخلاق وكانت الدنيا كلها تأتي يعني كان الناس يأتون من اخر الدنيا من الصين ومن غيرها لكي يتاجروا ويدرسوا ويروا هاي البغداد التي كانت عاصمة الدنيا وهي عاصمة الخلافة الحباسية طيب هو يقول في بيانه هذا استكمال لنهج بلادنا في التكامل مع المحيط العربي والمضي في تقديم العراق دوره التاريخي والمحوري التكامل مع المحيط العربي ما هذا التكامل مع المحيط العربي الصين الآن سوي علاقة مع موريتانيا هم تتكامل وياها لكن هل موريتانيا صينية مثل العراق عندما تقول يتكامل مع المحيط العربي أنت لا تقول أن العراق عربي وعندما يعني تتكامل ألمانيا مع السعودية مثلا مع المملكة العربية السعودية هل يمكن المملكة العربية السعودية أن تكون ألمانية إذا ما تكاملت مع ألمانيا اقتصادية متقافية مسياسية علمية لا يمكن فلماذا أنتم من تؤمنون بالأكثرية والأقلية هذا الحديث عن الأكثرية والأقلية نحن أكثرية وهم أقلية والأكثرية يجب أن يحكمون وهذا الكلام بالأكثرية والأقلية والعدد هنا أكثر والعدد هنا أقل هذا الذي يؤمن به ألا يؤمن بأن العرب أكثرية في العراق ومن هذا عليهم أن يسموا العراق عربيا وأن يكون انتماءه عربي لأنه عربي وطول عمره العراق عربي ما الذي حول العراق إلى بلد غير عربي يقول العراق لديه نهج إسلامي وعربي يعني ليس انتماء نهج إسلامي وعربي ولكن ليس انتماء عربيا طيب هو الأساس في كل هذا هي ما قيمة القمم العربية ومن ينصى إلى قراراتها ومن يستمع إلى قراراتها وما قيمة قراراتها من تأسس الجامعة العربية لحد الآن ليقولوا لنا ما قيمة القرارات الجامعة العربية عند من لها قيمة سواء عام 1990 عندما قررت الجامعة العربية في قضية العراق والكويت وجيشة الدنيا وصفت الدول مع الأجنبي ضد العراق ولم تحل القضية ولم تحاول أن تحل المشكلة بين العراق والكويت لم تساهم لا كانت جزء من الخراب ليس جامعة العربية هي أعضاء جامعة العربية أعضاء معينين من الجامعة العربية هكذا الوضع الواقع الحالي يقول أن العراق لم يعد دولة عربية بالرغم أن الجامعة العربية تصر على استمرار احتضانه لأنه يدفع المبالغ الاشتراك ماله السنوي وهو مستفاد من هذه القضية بالدستور الكسيح هذا ما لهم 2005 في العراق بالمادة 116 ينص على أن العراق تكون من عاصمة وأقاليم ومحافظة ومحافظات لا مركزية هكذا يقول وبالمادة الثانية في الفقرة ثانية والفقرة ثالثة يقول ماذا يقول هذا الدستور الكسيح في عام 2005 يقول يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي لاحظوا دققوا هذه القضية ينص هذا الدستور أو يضمن هذا الدستور الحفاظ يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد طبعا الأفراد اللي يسميهم مقليات إزيدية صابئية مسيحيين كذا بهذا الشكل ويقول العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب وهو عضو عضو مؤسس وفعال عضو مؤسس وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها وجزء من العالم الإسلامي الله أكبر هل ورد في دستور ما يسمى دستور العراق هذا 2500 هذا دستور الكسيح ما يقول شيء يقول بأن العراق بلد عربي ما تسعين بالمئة من العراقين هم عرب مو تسعين وثمانين بالمئة مو هما الأغلبية مو تتحشون بالأغلبية والأقلية والبرلمان هذا إحنا أغلبية والحكومة نشكلها إحنا الأغلبية والأحزاب أغلبية مو هكذا العرب هما الأغلبية من البصرة إلى الموصر فوق الموه كلهم عرب شمالا جنوبا شرقا غربا عرب طيب لماذا لا يكون العراق عربي بأقليات نعم بأكراد وبيمعرف منه على رأسنا ذو العراقيين بل الرايات الصغيرة هم عراقين بش بالراية الكبيرة هو العراق عربي الراية الأقل منها العراق عراقي العراقيين وعرب هما فإذا هناك راية كبيرة للعراق هي أنه عربي هذي لا يعترفون بها طيب ما تتحدثون عن الغالبية وهي الأساس ليش ما تطبقون هذا ليش هو خارج المنظومة العربية يعني هذا دستوركم يقول أن العراق خارج منظومة العربية طيب إذا هو خارج منظومة العربية عليش يستضيف الجامعة العربية وعليش يستضيف قمم العربية وعليش هو أساسا بالجامعة العربية ويسوي شراكة ومنهج متكامل مع العرب وليش الجامعة العربية ما زالت متمسكة بالعراق ليش ما هو العراق رافضه فهمونه رحمكم الله يعني هل العراق عربي أمو عربي ما هو هذا القضية خلافية أنتوا قعدتوا شهور حتى تسوينا دستور سواء كميان الأمريكان وترجمتوا وضفتوا لهذه المقدمة وكل واحد طلع صمومة بيها ماشي طيب وصلتوا للعراق عربي لو مو عربي اختلفتوا عليها ومشيتوها مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بيثاقها وجزء من العالم الإسلامي وليس يقول جزء من العالم العربي يعيش تعقدون القمة العربية وطيبوا عقدتوا القمة العربية واخر قمة عربية عقدت فيه بغداد ماذا فعل وبزمن المالكي من عقده قمة وحبسه العالم وعتقلوا الناس على مود القمة وراحوا وغيبوهم من يدفع ثمانة وهذه الملايين التي تصرف ملايين الدولارات تصرف لاستضافة هكذا قمة من يدفعها من أي خزينة هون خزينة العراقين وما قيمة القرارات التي تكتب على الورق هذه فبالتالي عقد القمة في العراق مجرد ضياء لأموال العراق مجرد له مجرد محاولة البهرجة والادعاء بأن العراق بلد مستقر وأن العرب يأيدونه وهذه كذبة كبيرة وهو لا ينتمي للعرب يعني دول بعيدة تتمنى أن تكون جزء من العرب والعراق دستورة يمنع العراقي من أن يكونوا عربهم عرب مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة أعزائي المشاهدين قد انتهى ترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة